تحية لكم من ما كنتوا تسبعوا فينا ننطلق في الأخبار والبداية بداية الرحلة كالعادة مع السندريلا تتسويت البوكس نيوز نحكي بعد شوي على زيارات رئيس الجمهورية لأحياء شعبية في العاصمة لديوانات تجارة ولكن نبدأ بالخبر الأبرز خليني نقول على المستوى الدولي على الأقل مثول الكيان أمام محكمة العدل الدولية تفاصيل الجلسة الأولى البارح كانت لمحكمة العدل الدولية للنظر في طلب جنوب أفريقيا محاكمة الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية وإن أبرز وكيل دولة جنوب أفريقيا أن هناك أعمال غير قانونية ضد الشعب الفلسطيني وأكد أن مستقبل غزة يعتمد على قرار المحكمة وضاف أن الاحتلال يرتكب إبادة جماعية منذ أكثر من 75 سنة في حق الشعب الفلسطيني وأن 16 سنة وغزة ترزح تحت الحصار تقر جنوب أفريقيا بأن ما تقوم به دولة إسرائيل هو استمرار الأفعال غير القانونية منذ عام 1948 وأفعال تؤدي إلى الإيبادة الجماعية في إسرائيل على مدى 75 عاما والحصار المفروض على غزة صامت للناس كما أشار إلى ذلك مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط فيما يتعلق بلجنة التمييز العرقي هناك خطاب كراهية مما زاد من المخاوف فيما يتعلق بإسرائيل لا بد من منع الرائم ضد الإنسانية في غزة كان هناك تحذير تلو الآخر لا في منع الإبادة الجماعية في غزة اليوم ننضم إلى هذه المحكمة بممثلين عن الدولة الفلسطينية ونشطاء حقوق الإنسان مستقبل الفلسطيني سيعتمد على القرار الذي ستتخذه هذه المحكمة شكوى وإلى مرافعة أشفت غليل العديد شكوى فيها 84 صفحة نحب نسمعكم مرافعة عديلة حسيم وهي محمية جنوب إفريقيا خلال الأيام 96 الماضية عرضت إسرائيل غزة لما وصف بأنه أكثر حملة قصف في تاريخ فلسطينيون في غزة يقتلون بالقنابل والقصف والغارات جوا برا وبحرا وهم معرضون لخطر الموت نتيجة الجوع والعطش نتيجة للحصار المستمر من إسرائيل تدمير القرى الفلسطينية والمساعدات غير الكافية التي يسمح بوصولها إلى السكان الفلسطينيين وعدم إمكانية توزيع المساعدة المحدودة في ظل سقوط القنابل والقضائف هذا يجعل من غير الممكن للحصول على الضرورات الأساسية للبقاء على الحياة نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيل بن يمين نتنياهو كان رد على هذه المحاكمة وين يقول أنه تم تقديم نفاق وأكاذيب إلى محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة وين أضاف أنه اتهام جنوب إفريقيا للدول للدولة العبرية بارتكاب إبادة جماعية في غزة لا يمكن أن يحدث إلا في عالم مقلوب رأسا على عقب هذا الكلام اللي قاله بن يمين نتنياهو زيدة فم كلم كبير وواجد الكبير حول موقف تونس وين تونس رفضت المشركة في محاكمة الاحتلال شيء اللي يخلى النشطة وأكاديميون يستنكرون هذا القرار نحن نبدأ بك حاتم يكفي فخرة لتفين العقصة نوصلنا لهذا الكلام اللي قاله محمود في أول الحلقة نحكيه على كيان يمثل أمام محكمة العدل الدولية بجرائم حر بجرائم إبادة جماعية سيخلد تاريخ أسماء كل من قدم هاتي الشكوى وكل من ترفع اليوم احنا عايشين في وسط الحكاية ولكن بعد السنوات بش يتخلدوا أسماء الناس هذا من متأكد من هذا وبش يصيروا دي ريفيرانس بش تحكي عليهم في العالم لأنهم اللي قاموا بي يعتبر تاريخي حتى راهوا أولا فما حاجة منذ تأسيس الكيان أول مرة يتعدى قدام المحكمة الجينيات الدولية عليش السنبوليكة قوية خاطر هو تأسس على بعد ما يسمى الهولوكوست هو تأسس بعد مظلمة ما يعتبروه الدول مظلمة واعتبروا الدول زيد عليش هو كما نقوله الشوشوم خاطروا لعبات سكتة خاطر ما نحهم حد خاطر إيزان لسيفير كما تتقال برشة مرات في البروسيم بتاع نورنبيرج هذي بروسيم بتاع نورنبيرج أخر معناه ما اللي كانت هي الضحية فين المو شو الدول اللي عمارة متاح عراهي قصير بعد خمسة وسبعين ولا ثمانين سنة يولي هو في البوند زاكوزي وهذي الكل من الرد الوحشي اللي صار على في غزة هذا زد المحكمة الدولية أخر كرتوشة للمجتمع الدولي عليش خاطر هاو قاعدين فما قرارات في اللوينو قاعدين يخرجوا حتى حد ما يتبقهم هذي قراراتها ملزمة تصور أنت لو هي مثلا المحكمة هذي أول حاجة باش تعملها وقف اطلق النار كان ما يتبقوش وقف اطلق النار معناه ما عاش فما حتى مؤسسة دولية تحترم في هذا العالم اخر كرتوشة هذي للمجتمع الدولي للدول على ذاكها مهمة جدا وبلوس لتروزيم سيمبوليك الافريك دو شود خارجين من ابرتايد وتعرف اللي القضية كل فوتو دو بروفيل منديلا تركت لنا أحفادك يانيلسون تركت لنا عملتالي لزافريكا روحوا لدياركم يولدي تويزها حاجة وقوة للقوة الرب ولا قوة الرب دوك النقطة فيها في السيمبوليك خاطر رهو من السنوات السبعين فمبرشا النشاطاء فلسطينيين خاصة اليساريين منهم كانوا يمثلوا الاحتلال يقولوا كلمة ابرتايد تقالت من أول القضايا قبل ما يوليوا يشبههم بالنازية دوك ونختم بحاجة برك حتى هولندا تبدلت البارح في لهاي الكيين حبيها بالدسبور والتصل بأقوى ريجي متاع الكميونيكاسيان اللي تعرف هما في دمهم الكميونيكاسيان وأندي مول ونعرفوا ما نهل كلهم مجرين من هولندا ورفضوا الهولنديين بشي عديو الاسباط انتعال كيين السيون محمود شوف التاريخ محليه على خاطر 64 سنة التالي أمام الجمعية العامة الأمم المتحدة القرار 1514 اللي فيه توحدة جميع دول العالم من أجل منح الاستقلال للدول المستعمرة البلاد الوحيدة نوعا ما اللي اعترضت على الشيء هذا كان شكون رفيق كان اتحاد جنوب افريقيا لأنه كان وقتها مستعمر من طرف البريطانيين وكانوا يحكموا في جنوب افريقيا ويعترضوا على قرار منح الاستقلال للشعوب المستعمرة 64 سنة بعد جنوب افريقيا نفسها تقود العالم من أجل وقف الانتهاكات في حق الشعب التولى السيني ريت الشعوب المتحرش هو قادرة تعمل 64 سنة روح تشايف تاريخ الشعوب توا توا 64 سنة وجنوب افريقيا اللي صار في هالعالم في هالربع قرن هذية ولا أكثر كل الأحداث اللي صارت في هال الاربعين وثلاثين سنة ما كانوش فيها عرب هم اللي يهزوا ويدافوا على القضايا الفلسطينية حتى برمزيتها معتك يقول عرب القادة العرب 1996 جاكشيراك يعمل كل عركة شهيرة في الأسواق في القدس مع الجنود الصهاينة بيتعلت انه يحب يتقابل مع الفلسطينيين ويمنعوه ويصبح جاكشيراك حديث العالم 1998 قال يدي سي أند ديبلوماسي رفيق إيرلندي كان منصق الجماعية العامة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يستقين رفضا للانتهاكات بعد أردوغان في 2009 يرفض مش يقعد مع شيمون بيريز ويخرج من الكونفيرانس الشهيرة 2024 جنوب أفريقيا تصبح حديث العالم كل واحد لو عنده الخلفية بتاعه كيقبل الأشياء ولكن المهم أنه في نهاية الأمر ما يحسب أنهم في وقت من الأوقات دافعوا على القضية الفلسطينية وقادوا هدفاع على القضية الفلسطينية الشيء اللي ما عملوش العرب نختمه رفيق وشو نقوله المهم أنه لأول مرة في تاريخ هذا الكيان المحتل الغاصل أول مرة يمثل أمام العالم كمتهم وكقاتل وكمختصم وليس كضحية لأنه بناء الدولة ودولة تركيان الكل على ما يسمى وسماها نورما في الكلشتاين لاندستريدو لولوكوست عملوا منها صناعة لولوكوست هذه وخدموا بها وصوروا بها الفلوس وانتهقوا حرومات وشساد أطفال ونساء وأراضي شعب كامل وفي نهاية الأمر في نهاية الأمر توفان الأقصى ضحب صحيح الضحايا بالألاف ولكن كل حرب فيها ضحايا واليوم المتهم في قفص الاتيام أمام أنظار العالم الضحايا بالألاف ولكن كل بلد تحرر عبر تاريخ دفع 800 ألاف من الضحايا من الشهداء أدي ماء سيلة هذه قوعد الحرب هذه هكي تقول الحياة هكي يقول التاريخ اللي سير يوجع برشة في فلسطين الضحايا المشاهد السودوية قاتمة ولكن ولكن لعلها خطوات أولى على درب تحرير أرض فلسطين المباركة إن شاء ربي يحمي أخواتنا في فلسطين إن شاء ربي يحفظ الإبقاء وإن شاء ربي يرحم الشهداء وإنه لنصر وما ذلك على الله بعزيز نتعد نحن جزء من إنسانية واحدة هذا الكلام الذي قال نلسون مندلا البارحة استشهد به البارحة لمحامية ورات حتى صور الإبادة الجماعية اللي قاعد تعيش فيها غزة يوميا ورات كيفاش مش كان في الضرب وإلا في القصف ليه حتى هناك الموت المباشر وين قاعدين يستهدفوا فيهم بالمجاعة وبالمرض منع المساعدات هذا الكل يخليهم اليوم لازم ياخذوا القرار القرار اللي كلنا ذهلين نتفق عليه أنه هما يدينوا الكيان الصهيوني البارح لحقيقة قلتها أشفاء وغالين للبارح وانا نتفرش تفرهت على أقل شفنا الصور خلي العالم كامل يشوف هالمجرم هذو ما شنو عمله في الشعب الفلسطيني ولكن بين قوسين نحل قوسين القرار اللي تخذته وزارة الخارجية الحقيقة أنا شخصيا ما أقنعني يعني حسيت فما تناقض في المواقف تونس اللي أياما حكيت عن تجريم التطبيع تونس اللي كان لها موقف مشرف من عند رئيس الجمهورية البارح تقول أنه هي ترفض أنها تشارك في المرافعة بيتي علت أنه هي ما تحبش تعترف بدولة الكيان أنا بالنسبة لي الحقيقة عذر غير مقبول كني نجمه يدينه على أقل بن يمين نتنياهو في شخصه بيتي علت